السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدرسة أطفال الرمثة النموذجية من كتاب اللغة العربية للصف السادس من الوحدة الثالثة عشرة اليوم سنتكلم بقاعدة جديدة إنوان هذه القاعدة الفعل الصحيح والفعل المعتل إن شاء الله سنبين خلال هذا الفيديو أولا ما هو الفعل الصحيح ثانيا ما هي أقسامه ثالثا ما هو الفعل المعتل رابعا وما هي أقسامه وأخيرا كيف نميز الفعل الصحيح من المعتل في البداية لابد أن نتعرف معنا الفعل الفعل قلنا قديما سابقا بأنه كل لفظ يدل على حدث مقتر بزمن سواء كان هذا الزمن ماض أو مضارع أو أمر كقولنا درس يدرس أدرس إذن هذا الفعل قد اقترنا بزمن الماضي كقولنا درسه يدرس بالفعل المضارع ادرس هنا جاءت في زمن فعل الأمر سواء كان هذا الأمر سواء كان أمر قريب أم أمر بعيد أي في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد لكن الفعل من حيث البنية يقسم إلى قسمين أول قسم فعل صحيح والقسم الآخر يأتي فعل معتل الآن سنبين ماذا نعني بالصحيح وماذا نعني أيضا بالمعتل إذن الآن دعونا نعرف الفعل الصحيح الفعل الصحيح هو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من أحد حروف العلة ونعنى بأن حروف العلة هي عبارة عن ألف ويا وإذا ركبنا هذه الحروف قلنا عنها واي قلنا عنها ماذا واي إذن يجب على هذا الفعل أن تكون خالية من أحد هذه الحروف التي تسمى حروف العلة ولكن الفعل الصحيح ينقسم إلى أقسام عدة دعونا الآن نتعرف إلى أقسام هذا الفعل إذن أقسام الفعل الصحيح أول قسم من أقسام الفعل الصحيح ما يسمى بصحيح مهموز ماذا نقصد بالصحيح المهموز؟ أي أن يأتي أحد حروفه الأصلية الهمزة سواء كانت هذه الهمزة في أول الكلمة أي أول الفعل أو وسط الكلمة أو وسط الفعل أو آخر الكلمة أي آخر الفعل مثال على ذلك كقولنا سألة هنا هذا الفعل جاء مهموز وجميع حروفه صحيحة أي أنها تخل من حروف العلة أي لا يتضم فيها حرف الواو ولا الألف ولا الياء إذن هنا سألة فالهمزة هنا جاءت في وسط الفعل نقول مهموز الوسط مهموز الوسط أو قولنا آخذا إذن مهموز الأول فإذن جاءت الحمزة في أول الفعل أو في الفعل كقولنا قارأة وهنا نسميه مهموز الآخر أي جاءت في آخر الفعل نجد بأن هذه الأفعال جميعها أفعال صحيحة ولكن هذا النوع من النواع الصحيح يسمى صحيح مهموز سواء كان مهموز الوسط أو مهموز الأول أو مهموز الآخر القسم الثاني من أقسام الفعل الصحيح ثاني يسمى الفعل المضاعف صحيح المضاعف ماذا نقصد بالمضاعف؟ أي أن يأتي الفعل المشدد أي عليه الشدة ونحن نعلم بأن الشدة هي عبارة عن حرف ليست حركة كقولنا مثل مدة أو صدة فإذا مدة هذا الفعل ثلاثي وجاء هنا فعل مشدد مضاعف عليه الشدة أو صدة أيضا فعل مشدد لأن هنا هذا الحرف الذي يكون عليه الشدة هو عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك فإذا هو عبارة عن حرفان فهما حرفان أصليان أصلها من مددة من مددة واضح هذه هي الفعل المضاعف أما آخر نوع من أنواع الأقسام أو من أقسام الفعل الصحيح ألا ما يسمى بصحيح سالم ماذا نقصد بالصحيح السالم؟ أي جميع حروفه سالمة من الهمزة والتضعيف أي جميع حروفه صحيحة وتكون خالية من الهمزة وخالية من التضعيف أي من الشدة كقولنا درس كتب ضرب لاحظ يا سادس أن هذه الأمثلة جميعها خالية أولا من حروف العلة ثانيا خالية من الهمزة وثالثا خالية من ماذا؟ من التضعيف أي الشدة هكذا بينا بأن أقسام الفعل الصحيح جاءت على ثلاثة أقسام صحيح سالم صحيح مهموز وأيضا صحيح مضعف الآن لننتقل إلى الفعل المعتل تعريف الفعل المعتل فعل المعتل هو الفعل الذي يكون أحد حروفه الأصلية حرف علة حرف ماذا؟ حرف علة وحروف العلة نذكر بأنها هي ألف وواو ويا إذن هي تكون أحد حروفه الأصلية لكن الفعل المعتل أيضا ينقسم إلى عدة أقسام دعونا نبين ما هي الأقسام الآن لنبين أقسام الفعل المعتل أول قسم من أقسام الفعل المعتل معتل المثال هكذا يقال معتل مثال ماذا نعني بمعتل مثال؟ معتل مثال أي أن أول حروفه حرف علة أول حروفه تأتي حرف علة كقولنا وقفة إذن نجد بأن الواو جاءت في أول الفعل فهذه الواو جاء حرف علة ونحن نعلم بأن الواو يؤتي حرف علة فإذن وهو جاء بأول الفعل كلمة يائسة أيضا حرف العلة في بداية الفعل وصل أيضا وصل جاء أولها حرف علة فإذا هذا الأمثلة تبين بأن هذا المعتل معتل مثال القسم الآخر من أقسام الفعل المعتل يسمى معتل أجوف ماذا نقصد بكلمة أجوف؟ أجوف أي أن وسطه حرف إلا يأتي في وسط الفعل حرف إلا كقولنا قال نعم صام قال نجد بأن وسط هذا الفعل حرف الألف والألف هي من حروف العلة وهذا نسميه فعل ماذا معتل أجوف ونام وصام ككلمة قال وسطها حرف إلا ولكن هذا المعتل نسميه معتل أجوف بينما القسم الثالث من أقسام الفعل المعتل معتل ناقص ماذا نعني بكلمة ناقص؟ ناقص أي آخر هذا الفعل يسمى حرف إلا أي آخره حرف إلا كقولنا كلمة سعى أو الفعل دعى أو الفعل سقى نلاحظ جميع هذه الأفعال الثلاثة جاءت في نهايتها حرف إلا فإذا هذا المعتل يسمى معتل ناقص معتل ناقص أي آخره حرف إلا بينما آخر قسم من أقسام الفعل المعتل معتل لفيف ماذا نقصد باللفيف؟ هناك يدتي جزءان من اللفيف يسمى هناك لفيف مقرون وأيضا لفيف مفروق ماذا نقصد باللفيف مقرون؟ أي حرفاء إلا متتاليان كقولنا كوا لاحظ أنه نلاحظ على الفعل كوا جاء حرف إلا متتالي الواو والألف وأيضا هوا جاء حرفان إلا متتاليان هنا الواو وأيضا الألف المقصورة بينما لفيف المفروق كقولنا حرفها إلا وسطهما حرف صحيح مثل الفعل وقا إذا نلاحظ أنه وسط هذا الفعل إيش؟ حرف صحيح وأيضا الفعل وعى إذن هنا حرف إلا وحرف صحيح وأيضا هنا حرف إلا أي هنا فرقهما حرف صحيح فإذا هذا يسمى ماذا؟ لفيف مفروق هكذا بينا أقسام الفعل المعتل فإذا هي أربعة أقسام إذن أول قسم معتل المثال القسم الثاني معتل أجوف والقسم الثالث معتل ناقص والقسم الرابع يأتي معتل لفيف أخيرا حتى نميز الفعل الصحيح من المعتل إذن هنا قد كتبنا ملاحظة هامة إذن كثير من الطلاب لا يستطيعون التمييز بين الفعل الصحيح من المعتل إذن لتمييز الفعل الصحيح من المعتل يجب إرجاع الفعل إلى الماضي إلى ماذا؟ الماضي لبيان حروفه الأصلية من الزيادة كقولنا الفعل يتعلم الفعل يتعلم يظن بعض الطلاب أن هذا الفعل يعد صحيح مضاعف ولكن هذا الفعل نجد بأنه جاء في زمن المضارع فيجب بهذه الهالة نرجع هذا الفعل إلى الماضي يتعلم ماضيها من علمة من علمة إذن هذا هو أصل الفعل إذن من خلال أصل الفعل أبين إذا كان فعل صحيح أم معتل فإذا وجدنا أصل الفعل خالي من حروف العلة فإنه يعد ماذا؟ صحيح ولكن كقسم من أقسام الصحيح إذن خلية من الهمزة وخلية من الشدة فلذلك نسميه صحيح سالم أو الفعل يستقيم إذن يستقيم لو قمنا بإرجاء هذا الفعل إلى الماضي فكان هنا قام فإذن هنا قام قام هو ماضي يستقيم ونجد بأن هذا الفعل هل هو صحيح أم معتل إذن وجدنا بأنه فعل معتل لأنه وسطه حرف إلا فإذن هذا يعد ماذا؟ معتل ولكن كنوع من أنواع المعتل يسمى معتل أجوف لأنه الذي يكون في وسطه حرف إلا فهو يعد ماذا؟ إيش؟ معتل أجوف إذن هذه آخر مناحظة الذي تبين أو تميز من الفعل الصحيح من المعتل وهكذا قد أنهينا من الفعل الصحيح والفعل المعتل نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة ونلقاكم في فيديو آخر ومعلومات أخرى ويعطيكم ألف ألف عافية